امريكا ويات المتحدة الامريكية طلعت تحذير 53 بلد في العالم منهم تركيا محدش يروح امريكا قالت لك بخ محدش يروح تركيا اللي هيروح تركيا هيتم اختطافه فيه تفجرات هتحصل في فنادق في تركيا فيه تفجرات هتحصل في مطارات في تركيا فيه تفجرات هتحصل في الشوارع فيه تفجرات هتحصل في ملاهي فيه تفجرات هتحصل في أماكن كتيرة في تركيا قالوا كده مش انا اللي بقول اطرق طلعوا قايمة من شوية لاحة البلاد الدول السوداء اللي محدش يروحها بما فيها في المقدمة تركيا احدى هذي البلدان لا امن في تركيا امن صفر امريكا قالت كده امريكا عندها معلومات انه فيه ارهاب هيضرب تركيا مع دول اخرى وعمليات خطفة تحصل للسياح في تركيا قالوا فيه سياح هيتخطفوا ومنهم سياح امريكان وبالتالي قالوا المواطنين الامريكان ما تروحش تركيا لو رحت هيقتلوك او يخطفوك ما تروحش تركيا لانك هتروح فيه تفجرات وارهاب تتعرض ليه كامل المدن التركية خلال الفترة القادمة الايام القادمة قالك الايام القادمة ايام سودع على تركيا ارهاب في مطارات هتتضرب ارهاب في فنادق هتتضرب في شوارع هتتضرب دور عبادة هتتضرب هم الامريكان اللي قالوا مش احنا طلقه تقرير رهيب قالك ايام سودع دخل على تركيا طالما اردوغان حاكم عنده مصايب رايحة فخلوا بالكم محدش يروح تركيا جماعة انت تروح عشان تتخطف ولا تتتل ليه بلاها تركيا جماعة لمدة عشر سنين تركيا تتعرض لأيام سودر مدة عشر سنين جاية ما تروحش تركيا دور على بلد آمنة بسم الله ما شاء الله وعندنا بقى البطولة وتيجي تفرج على البطولة وعندك السياحة بسم الله وعندنا المتحف الكبيرة يتفتح مية وستين الف قطعة مصر فيش عندك غيرها فيش النهاردة الحمد لله نعمة وفضل يا ربي نعمة وفضل على اللي احنا فيه ربنا يسترع علينا واحفظ بلدنا ولكن امريكا طلعت التحذير الصعب اللي هم بتعملوش غير ما يبقى عندها ايه طبعا امريكا بتتصنط على العالم كله واكيد التنظيمات بتتصنط فعارفين هيعملوا ايه الفترة الجاية فقال لك الحق لا 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 حد يشتر